اشتركوا في القناة صلى الله عليه وسلم كردنوه يعني من الخلف من كل تجاه والمسلمين كلهم وقعوا في داخل دائرة في كردون من كل النواحي انه التفع عليهم وستخابد بن وليد زي ما قلنا حس كان الموقف شنو الحلقة دي ان شاء الله حلقة الله ولما رأى المسلمون بداية عملية التطويق تشتتوا وارتبقوا ولم يصلوا الى موقف موحد فمنهم منفر الى الجنوب حتى بلق المدينة المنورة ومنهم منفر الى شعب احد ولاذب المعسكر ومنهم منقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم واصرع اليه فدعف عنه كما تقدم وبقي معظم المسلمين في دائرة التطويق ثابتين في اماكنهم يدفعون المطوقين ويقاتلونهم وحيث لم يكن بينهم من يقودوا بالنظام فقد حصل في سفوفهم خط وارتباك رجعت اولاهم رجعت اولاهم اللي كانت قدام يعني رجعت اولاهم رجعت اولاهم فاجتلدت هي واخراهم يعني الكون في المقدم والفي المؤخرة يعني رمي بتاعهم والدرباتهم على بعضهم اصبح جوزهم منه حتى قتل اليمان والد حزيفة بن اليمان بأيدي المسلمين انفسهم بسبب الربك وسبب التباك وبسبب وقوع النيران او الدربات من بين المؤخرة والمقدمة لما ارتبك السفوف مع بعضهم فلما سمعوا خبر مقتل النبي صلى الله عليه وسلم طار صواب الطائفة منهم وخارط عزائمهم وخارط عزائمهم واستكانوا حتى تركوا القتال وتشجع آخرون وقالوا موتوا على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وبينما هم كذلك اذ رأى كعب بن مالك رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يشق الطريق اليهم فعرفه بعينيه فعرفه بعينيه اذ كان وجهه تحت حلق المغفر والبيضة فنادى كعب صوت عالي يا معشر المسلمين ابشروا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبدأ المسلمون يرجعون اليه حتى تجمع حوله ثلاثون رجلا من اصحابه فشق بهم الطريق بين المشركين ونجح في انقاذ جيشه المطوق وصحبه او صحابه الى شعب الجبال الى شعب الجبال الى شعب الجبال وقد حاول المشركون عنقلة هذا الانسحاب ولكنهم فشلوا تماما وقتل منهم اثنان اثناء هذه المحاولة وبهذه الخطة الحكيمة نجل المسلمون ولكن بعد ان دفعوا ثمن غاليا لما ارتكبه الرمات من الخطأ ومخالفة امر رسول الله صلى الله عليه وسلم الا كفال الله كفال فضع اهمية بديباتها واهم نقطة من الا كفال الله نسأ لا مخالفة عواقب ناي مخالفة ناي امام ناي امير ناي مسؤول ناي واجهة ناي مقدمة ناي قائد اه ادام ان دقما لبايعيو لأيديو لما مسؤولات اتعبط لها الى وقت حرج ووقت حوجد مخالفة سنيت ايكونيني كله كله ومخالفة النتائج اللي نعيه الا لزهرت اللي حناء اللي قلنا استفيد بنا عقوما قائد بنا وامام بنا وامير بنا برؤية الا لا الله سبحانه وتعالى اه يعني عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم ناي قلنا اتبعو لانه لما خالفة اللي واحد حتى قدمينا لامام لامير ولا امام كان نبي الله صلى الله عليه وسلم بأمر لنا يكماتو بيليوم اسك أمر مييمة يكم ييتكرروني اتاك عنكم قبو انتا سارنا من قبيو تهزمنا من قبيو ييتكرروا بيليوم المفروض ويتكرروا علوني لكن منهم اربعين نفر اربع نفر كرروا دي بساحات لقنا ايما يقول انسوا هو كده خالد بن وليد مسال الله وشاركين على لا استكشفه وعمره والتفافه بقيد بقيد ومن قرار لعسر نفرنا على قلق اوما يقدروني تقبل ما لا استشهدوا عسر كلهم مسالة قائدهم عبدالله بن جبير وبالي سببالي من قرار لتفافه والنبي صلى الله عليه وسلم سابعوا نفر على وباكو و كما لدى قمنا دي بحلقات الحربات اللهم موقفنا المسلمين حقوما كمسال لي من قرار ما طاول والهوم ما طاول والارتباك حصله وتشتتو وحتى كان اللي يقبقوني ولا مقدمات ولا مؤخرة من أحد اللي يقبقت كالأولهم ولا آخرهم دي بحيت تحابرة صرهم سك مدينة جيسة وصرهم جنوب جيسة وصرهم سك لما عسكرهم جيسة وصرهم هيني يعني سك لما عسكر جيسة وصرهم سك رسول الله صلى الله عليه وسلم سعى وبالله معدن من المسلمين دي با دائرة تطويق جوا دي با دائرة الكردون اللي دي با حلو دي با سابتو ولا صرهم سك النبي لسعاء وسك مدينة لسعاء وسك لما عسكر لسعاء واتقنا لسابتك لقاتر لعلى ودي با النبي صلى الله عليه وسلم دمتا منونا دافعوا مسلمين لقاتر لعلى علوا كلهم ولا صفوفهم دي بحيت كمسلا بتبكت منو با ديالا حبو موتا اللي اليمان والد حزيفة بن اليمان الصحابي المشهور با ديالا مسلمين موتا با سبتا ربكت وكمان لا صرهم خبر النبي صلى الله عليه وسلم لشعاتكم صرفقرات النبي صلى الله عليه وسلم موتاكم صلبها لا صرهم معنوياتهم دعفات واستسلموا وعزائمهم انتهيت واستكانوا وثقلوا مننا قتال بطراوزات وخلاص صرهم يعني مننا دفعوا مننا ولا صرهم حيني بيالو لا نواصل المييد ديبار رسول الله صلى الله عليه وسلم لأ موتا ديبار لحدف دي مييد بيالو صرهم كمرة شجعو وموقف ناس أمعنو دي بيالو وكت اللي النبي صلى الله عليه وسلم قدم جماعة وصحابي كعب دني مالك رضي الله عنه يقول رسول صلى الله عليه وسلم بإنتاته فرقايو والنبي صلى الله عليه وسلم وسل جماعته كبدم الشركين إن دا شق دا سعت ألاند الحلف ولرعا ولو وكت إلا تلاكا كإنت تلاكا يا معشر المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم إلي تقول أنه قلت رأي على بأديان مبلغ على أنتاته لأنصر دبوت على لمقفر من نقل أتيت دي بعلت تبوسوتو من قبي والتحنقلو من قبي وتتقادو من قبي لكفر من قبي ودنيباتو لكل دبوت على صلى الله عليه وسلم ومسلو زي ثلاثين نفر حلو صحابات من دا جمعوا ورسول الله صلى الله عليه وسلم لديش أغلبوكم سأللي من نكردون قطة حكيم عبوب انصحاب انصحابوا وفقروا حاولوا لمشركين دي بقلا وكتلا اقل مجال جوا تكردون قل دي بام قل لدي دوام ودي بقلا وكتلا كل قوت نفر استشهدوا ولا خطة الحكيمات إلا بسكلا ادبر اه اطوامنا دبرها بوبا دير لعلى وبا كلهم كفقروا الصحابات والنبي صلى الله عليه وسلم قل لعرقولا لقياس فقرات قل لسا تكرمنا مع علاكات تحكم دي بلحد ومشركين لكني قدرون فاشلوا وكل قوت منهم وتوديب إلا كان إلا وإلا قد تطل حكيمة لأباء المسلمين ربوا فق يوم وسلموا لكن ثمن غالي دفعوا وبس بطة مخالفة لألا بيننا مخالفتنا ولا خطأ لأي مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم لخالفه لكل حصلة إلا موقف المسلمين عامة المسلمين بعد التطويق على كردون دي بحلقة ثلاثمتي في الشعب هذا الشعب هو خلاص لقرهم لإطاعتهم لدورها باوا من الله وحر من جريت وما حصلت حلقة ثلاثمتي نقنات نقنا حتى كفال ثلاثمتي أسكرا لهم بات دحن وأمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته